ينضم إلينا للمزيد من القدس المحتلة مراسل الغد أحمد البوديري أحمد لو تضعنا أكثر في حكم المحكمة الإسرائيلية وموقف حكومة بنت منع أمس كان هناك جلسة في محكمة الصلح الإسرائيلية وفالك لإصدار قرار الحكم بحق إفرائي من غلات المستوطنين الذين اقتحموا المسجد الأخصى قرار القاضي كان يقول بأن الصلوات التلمودية داخل المسجد الأخصى هي لا يتعتبر بأنها مناقضة للقانون الإسرائيلي ولكنه في نفس الوقت قتب في صلب هذا القرار بأن الشرطة الإسرائيلية في نهاية المطافية التي تقرر إذا ما كان هذه الصلوات تؤذي الأمن العام على حد قول هذا القرار سرعان مع العديد من وسائل الإعلام العربية وأيضا الإسرائيلية التي قالت بأن هناك تغيير في الوضع القائم وبتالي السماح للمستوطنين بداية الصلوات داخل المسجد الأخصى ولكن في ساعات المغرب وساعات الليل كان هناك أيضا بيان رسمي من قبل رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتان لبنت الذي جاء فيه بأنه لا يوجد هناك تغيير وأن الصلوات ستبقى ممنوعة بحسب قرار الشرطة الإسرائيلية داخل المسجد الأخصى وبأنه لا يوجد هناك تغيير في هذه المسألة وتبقى إسرائيلية صاحبة القرار في جبل الهيكل الذي يسمونه بطبيعة الحال الأوساط الفلسطينية كانت قد انتقدت وأيضا الأردنية كانت قد انتقدت بشكل واسع مثل هكذا قرارات ولكن على الأرض الذي يحدث بأنه اليوم كان هناك اقتحام لقرابة 81 مستوطنا لغاية الآن للمسجد الأخصى لم يكن هناك صلوات كان هناك فقط مستوطن واحد الذي حاول أن يقوم بالصلوات المودية في المسجد الأخصى ولكن سرعانا مساحبات الشرطة الإسرائيلية ومنعته من أداء هذه الصلوات داخل المسجد الأخصى لتبقى الأمور على ما عليها بمعنى بأن لكن لماذا قمت بمنعها؟ ولكن أداء الصلوات ما زال ممنوعا بقرار من الشرطة الإسرائيلية الشرطة الإسرائيلية لماذا منعت هؤلاء اليهود تحديدا من دخول المسجد الأخصى في حين أنها كانت تسمح بدخول العشرات منهم طوال الأسابيع الماضية الشرطة الإسرائيلية لا تمنع المستوطنين من دخول المسجد الأخصى هم قالوا ذلك وطعنوا في هذا القرار أمام المحكمة الإسرائيلية لم أسمعك النبيل مرة أخرى كنت أقول بأن هؤلاء اليهود الذين منعوا هم قالوا بأن الشرطة منعتهم وطعنوا في هذا القرار عند المحكمة الإسرائيلية التي حكمت بعد ذلك لصالحهم أولئك من الشبان الذين ينضمون تحت إطار المجموعات الاستطرانية المتطرفة كانوا قد اعتقلوا من قبل الشرطة الإسرائيلية قبل أيام وذلك بحجة بأنهم يقومون بمجموعة من الصلوات التلمودية التي عمليا هي مناقضة لقرار الشرطة الإسرائيلية وقرار قائد شرطة القدس الاحتلالية الذي ينص على عدم إقامة أي صلوات تلمودية داخل المسجد الرأس ولذلك تم تحويلهم إلى المحكمة الإسرائيلية محكمة الصلح وهي المحكمة الابتدائية والتي جاءت بهذا القرار الذي كان يحمل في مضامينه تناقضا الأول بأنه لا يعتبر بأن الصلوات ممنوعة ولكن في نهاية المطاف يترك القرار لقائد الشرطة الذي بدوره أيضا ما زال على نفس الموقف ألا وهو منع أن يكون نالك الصلوات المودية في 29 من هذا الشهر الجاري سوف يكون نالك يوم القدس مسيرة الأعلام تلك المسيرات التي من المفترض بأن يكون نالك دعوات كبيرة لاقتحام المسجد الأقصى صباحا واقتحام البلدة القديمة عصرا وذلك لما يسمى عندهم بيوم القدس الفصائل الفلسطينية على أي حال كانت قد أنظرت وحذرت من أن مثل هكذا يوم يمكن أن يؤدي إلى إشعال المنطقة وأيضا الأردن مصر الجمع الدول العربية العديد من الأطراف الدولية كانت قد حذرت من أن 29 من الشهر الجاري سوف يؤذن بأن يكون هناك العودة إلى تصعيد كبير ولذلك فإن الجانب الإسرائيلي من جانب متخوف ومتوجس من أن يكون هناك تغيير على الأرض الواقع وبالتالي أن ترفجر الأمور ولكنه في نفس الوقت يريد أن يحافظ على الأمر الواقع وهو الحفاظ على اقتحام المستوطنين وغلاة الاستيطان للمسجد الأقصى ألافت أحمد أن هؤلاء اليهود المتطرفين الذين نتحدث عنهم الآن وصفتهم المحكمة الإسرائيلية بالقصر هذه المحاكمة الإسرائيلية في نهاية المطاف تخدم المواطنين الإسرائيليين تخدم الشرطة الإسرائيلية المحاكم هي إذراع من أذرع الدولة الإسرائيلية وبالتالي المحاكم الشرطة المخابرات الحكومة الإسرائيلية كلها تسعى لإثبات أمر واحد وأكيد وهو التقسيم الزماني والمكاني للمسجد الأخصى وبالتالي أن يكون هناك ديمومة للاكتحامات اليومية في المسجد الأخصى ولكن هذه الديمومة أيضا بحاجة إلى المستوطنين الذين يقومون بعملية الاكتحام في بعض الأحيان تكون الأعداد قليلة وفي بعض الأحيان يعني اليوم على سبيل الثالث العدد هو 82 ليس بالعدد الذي يمكن أن يقارن فيه الأسبوع التي كانت خلال الشهر أبريل على سبيل الانثال التي وصلت إلى 800 من غلات الاسطان الذين يقومون بالاكتحام السبب في ذلك بأنهم أيضا يعانون من الحشد بمعنى بأنه ليس من السهل أن يكون هناك ديمومة للاكتحامات المستوطنين للمسجد الأخصى خاصة في أيامات هناك الأعمال اليومية وما إلى ذلك ولكن في المقابل الفلسطينيون تحديدا أهالي مدينة القدس يرون بأن ما يحدث في مدينة القدس هو انتهاك لحرمة المسجد الأخصى انتهاك لحقوقهم للدخول إلى هذا المسجد والقيام بصلواتهم الدينية وأيضا التدقيق الهويات واعتقال الشبان الفلسطينيين بشكل يومي ومستمر